مشاهدين دلوقتي الساعة الثامنة صباحا وده معدنا مع موجز لأهم الأنباء تفضل إيلانيا شكرا لك أحمد الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة الخامسة بتوقيت جرناتش موجز والأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم دعا الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكومة إلى إزالة كافة المعوقات أمام المستثمرين المصريين والأجانب للاستفادة من كافة الفرص التي تتيح زيادة الانتاج والحد من الاستراد وزيادة التصدير وخلال افتتاحه مجمع مصانع انتاج الكوارتز بالعين السخنة أضف الرئيس السيسي أن دخل استثمارات يزيد الانتاج والتصدير ويخفض فاتورة الاستراد ويوفر فرص عمل جديدة كما أكد الرئيس السيسي أن كافة المشروعات التي تفتتحها الدولة سيتم طرحها في البرصة المصرية لإتاحة فرصة استثمار جيدة للمصريين مشيرا إلى أن الدولة تشجع المستثمرين على المشاركة في هذه المشروعات سواء بالعمل بمفردهم أو العمل مع الحكومة أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي على ما يحظى به القطاع العقاري من اهتمام من جانب الدولة باعتباره أحد القطاعات المحورية للاقتصاد المصري وخلال اجتماعه بعدد من المطورين العقاريين لمناقشة وبحث ثبل دعم القطاع العقاري لفت مدبولي إلى أن هذا القطاع يعد من القطاعات كثيفة العمالة التي تسهم في توفير فرص العمل وتناول رئيس الوزراء جهود الدولة لدعم وتنمية القطاع العقاري في إطار تقديم المزيد من التأسيرات والمحفزات لهذا القطاع الحيوي قال رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الأمريكي الجنرال مارك مالي أن روسيا لن تحقق نصرا عسكريا في أوكرانيا مضيفا أنه من غير المرجح أيضا أن يتم دحر كل القوات الروسية في وقت قريب وجاءت تصريحات مالي في ختم اجتماع افتراضي مع عشرات الدول الداعمة لأوكرانيا حيث أوضح أن الأهداف الاستراتيجية الأساسية لروسيا ومنها الإطاحة بالحكومة في كييف لا يمكن تحقيقها عسكريا أعلن توزيرة الدفاع الكندية أنتا أناندا أن بلادها ستزود أوكرانيا بصواريخ جو جو بجانب توسيع مجموعة المدربين الطبيين الذين يجلون تدريبات للجنود الأوكرانيين في بولندا وأضافت عنه أنه منذ منتصف مايو تم تدريب صغار الدباط الأوكرانيين بشكل مشترك من قبل مدربين من كندا ولاتافيا كجزء من عملية يونيفير في لاتيفيا أعلن الرئيس التركي رجب تايب أردغان أن الدول الخليجية أرسلت في الآونة الأخيرة تمويلا إلى تركيا مما ساعد لفترة وجيزة في تخفيف الأعباء عن كاهل البنك المركزي التركي والأسواق وتابع أنه يعتزم الاجتماع مع قادة تلك الدول وتوجيه الشكر لهم بعد جولة إعادة الانتخابات الرئاسية المقررة يوم الأحد وشدد الرئيس التركي على أن اقتصاد بلاده ونظامه المصرفي والمالي قوي جدا رياضيا حقق فريق منشستر يونيتد انتصارا كبيرا على ضافية شيلسي بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة المؤجلة من الجولة الثانية والثلاثين للدور الإنجليزي الممتاز وحسم منشستر يونيتد بهذا الانتصار تأهله بشكل رسمي لبطولة دور عبطال أوروبا في الموسم المقبل بعدما ضمن التواجد ضمن المراكز الأربعة الأولى في جدول الدوري ورفع الفوز راسيد مان يونيتد إلى 72 نقطة ليحتل المركز الثالث في جدول ترتيب فرق البريمير ليج فيما تجمد راسيد البلوز عند 23.40 نقطة في المركز الثاني عشر مشاهدين انتهى مجزء الثامنة عودة لاستكمال باقي فقرة صباح الخير يا مصر بعد الفاصل